التنظيم الإداري والسياسي في الولاية الرابعة التاريخية من 1956 إلى غاية 1962 ميلادي الجزء الأول السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأضطر مصدر ومرجع المعلومات المرحلة الثانية من 1956 إلى غاية 1962 ميلادي وهي المرحلة التي ترجمت فيها قرارات مؤتمر الصمام وقد مثل المنطقة الرابعة في هذه المؤتمر كل منه وعمر وعمران وسليمان ديهي ليس المدعوسي الصادق وأحمد بودر المدعوسي أحمد ونضع لانتشار الثورة وتوسعها في مناطق مختلفة تم يعاد الترسيم الجزاري داريا وهذا لتسهيل عملية التسير والتنظيم فتم ترسيم التراب الوطن إلى ست ولايات تاريخية وهي الولاية الأولى الأوراس الولاية الثانية الشامل الارسانطيني الولاية الثالثة بلاد القبائل الولاية الرابعة البليد المدية البروارية تصر البخاري ثنية الحد مليانة نس جرشال الشلف الأخضارية عين بسام طابلات الولاية الخامسة عمالة وهران ومصغانم ومعسكر وبشار الولاية السادسة وتشمل صول غزلان وسيدي عيسى عين والسارة تصر الشلالة وبقية الصحراء وتصم كل الولاية إلى مناطق والمناطق إلى نواحي وهذه الأخيرة إلى أرسام والقسم إلى نصف قسم تدار هذه الهيئات والمناطق من قبل هيئات أو مجالس قيادية إن على مستوى الولاية التي هي على الجهاز أو على مستوى نصف القسم الذي يأتي في طاعدة الهرام تتشكل الهيئات القيادية على مستوى جميع هذه المستويات من مسؤول سياسي عسكري يساعده ثلاث نواب وقد أصفر مؤتمر الصمام عن استحداث هيئات التنظيمية متمثلة فيما يلي الولاية وهي هيئة إدارية توجد في أعلى هرم التنظيم الإداري على المستوى الولاية يرأسها مسؤول يجمع بين الصلاحيات السياسية والعسكرية يساعده ثلاث نواب الأول متلب بالشؤون السياسية المحافظ السياسي والثاني بالشؤون العسكرية والثالث بالأخبار والاتصال وهؤلاء المجتمعين يشكلون مجلس قيادة الولاية وقد حددت مهامه على النحو الآتي الإحاطة بجميع المشاكل والصعوبات التي تواجه الولاية ومحاولة إيجاد الحلول الكفيلة للتغلب عليها في حدود الصلاحيات تسير وإدارة شؤون الولاية في حدود الصلاحيات المخولة وإلا بالرجوع إلى الهيئة القيادية العليا للثورة وفق ما أضرره مثاق الصمام تستير استراتيجية عسكرية والسياسية وإعلامية واجتماعية واقتصادية تتماشى وتطورات الوضع تلقية وتعيين إطارات الأرسام والنواحي والمناطق وقد وزعت المهام على أعضاء المجلس الولاية التالي قائد الولاية وهو المسؤول الأول على مستوى الولاية يجمع بين الصلاحيات السياسية والعسكرية ويحمل رطبة صاغ ثانية تولى عدة مهام من أهمها تعيين إطارات الولاية على مستوى الهيئة الإدارية من أعلى إلى قاعدة الهرم السياسي المشاتف لاجتماعات الوطنية التي تعقدها لجنة التنسيق والتنفيذ أو المجلس الوطني للثورة سوى داخل التراب الوطني أو خارجه رئاسة المجلس في جميع الاجتماعات التي يعقدها تحديد صلاحيات ومهامة المسؤول في الولاية وتوزيعها على رؤساء لجانة تابعة لجيش التحرير الوطني تلإعلام والصحة والتموين إلى آخره التدخل الإيجابي في حل الخلافات والنزاعات الواقعة خارج حدود الولاية ترديم التقارير الدورية للمجلس الوطني باسم الولاية ويبقى تعيين قائد الولاية بصفة رسمية من صلاحيات لجنة التنسيق والتنفيذ أو من بعدها الحكومة المؤقتة وتتم عملية تعيين أعضاء المجلس الولاية من طرف قائد الولاية المحافظ السياسي وهو يحمل رطبة صاغ أول يتولى المسؤولية السياسية في الولاية من مهامه الإشراف من خلال مساعدية على جميع المستويات القسم والناحية والمنطقة على تتوين المناظرين السياسيا في الوسط الريفي والحضاري حيث يقوم بتشكيل الخلايا وانتقال في دايين العمل على توزيع المنشورات الدعاية التي تصدر عن مصلحة الدعاية والإعلام وهذا من أجم حاربة الدعاية الفرنسية المغرضة داعية إلى بث الشك والبلبلة في أوساط الشعب الصهر على تنظيم الإداءة الموازية مثل القضاء والحالة المدنية حتى تكون مصالح بديلة عن الإداءة الاستمارية متابعة مصلحة التموين والتمويل سواء من حيث المداخل والنفقات النظر في مصادر جمع الأدوية والمعدات الطبية لصالح مصلحة الصحة يتابع تقديم الإعانات لضحايا القمع وإلى المحتاجين وعائلات الأسرى والشهداء في شكر أواتب مؤنى والبسا بالإضافة إلى تقديم علاجات لسطين الأرياف تعليم اللغة العربية عن طريق إقامة مدارس وسط الريفي تنظيم الإدارة حتى يتسنى للثورة التحكم في جميع الشؤون المدنية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وضع إحصال لضحايا حرب التحرير تقديم الخدمات العامة للمواطنين في مجال التعليم والإدارة والصحة والتوجيه والفلاحة كما أحدث نظاما للتعاون من أجل إعادة بناء ما هدمه العدو من منازل بناء وغيرها الإشراف من خلال القيادة على مستوى القسم والناحية على تسيير المدائس القرآنية المتواجدة على مستوى الأرياف والمدن كالمدرسة الزبيرية بالمدية ومدرسة الإرشاد بالبليدة تنظيم سواطا تلتقي فيها الأعراش وسطان الجبال بسطان السهول للتبادل التجاري تم اختياره وفق مطعيس معينة منها فصاحة الليسان والوعي السياسي والشجاعة والسيرة الحسنة والثقة بالنفس والمحافظة السياسي على مستوى القسم يخضع لأوامر المحافظة السياسي على مستوى الناحية وهذا الآخر يخضع للمحافظة السياسي على مستوى المنطقة وهذا الآخر بدوره يخضع للمسؤول السياسي على مستوى مجلس قيادة الولاية وهذا الآخر يخضع لقايد الولاية ثانيا المسؤول العسكري ويحمل رطب الصغر أو ليتم تقيته من بين أعظم جالس المناطق التابعة للولاية ويشرف على جميع الشؤون العسكري على مستوى الولاية يمارس مهام مختلفة أهمها مساعدة طايد الولاية في تسير الشؤون العسكري الإشراف على عملية التدريب والتكوين العسكري للوحدات العسكري التوموندونس والتاتيبة والفيلر دراسة التاريخ الخاصة بإطارات جيش التحرير على مستوى المناطق وتقديمها لمجلس الولاية للموافقة عليها الإشراف على وضع الخطط العسكري للتصدي للعدو تقديم تقارير دورية للهيئات العليا للثورة عن الوضع العسكري للولاية تتضمن حصيلة المعاك والتمان والاشتباتات الإشراف على صناعة القنابل والمتفجرات تسير مصلحة صيانة الأسلحة والإمداد العسكري وتخزين الأسلحة الخفيفة والثقيلة توزيع المهام على الهيئات العسكرية التابعة لسلطته مسؤول الأخبار والاتصال وهو عض في المجلس الولاي بيروت باتسا أو الرائد أسندت له مهمة الإعلام والاتصال من صلاحياته ضامن الاتصال بين الولاية الرابعة والولايات الأخرى الاتصال بين القيادات السياسية والأسكرية المتواجدة في المناطق الجبلية الفدائيين والمسبلين المتواجدين في المناطق الحضرية وشبى الحضرية لتزويد الثور بما يحتاجون إليه من تموين وتذب المعلومات والأخبار التي تخدم الثورة الإشراف على شابتة نقل البريد بين مراقز قيادة جيش التحرير الوطني الإشراف على جهاز الإعلام والدعاية الإشراف على الإعلام والأخبار التنسيق مع المسؤول السياسي لإعداد برنامج سياسي وإعلامي لرفع معنويات جيش التحرير الوطني وتذب تجنيد الجماهير وتنظيم المظاهرات وعن طريق شابتة الاتصالات التي أقامتها هذه المصلحة مثلا كان في بداية الثورة تتم عملية نقل الجرحى داخل المدن الكبرى لإسعافهم في وسط بعض العائلات المعروفة أو في مستشفيات العدو التي يتواجد فيها طباء متعاونين مع جيش التحرير الجزائريين وأوروبيين وبفضل هذه المصلحة تم إنجاز مصلحة الصحة وكذا توفي المخاب والمآوي والمخازن ويشترط في المسؤول الإعلامي أن تتوفر فيه بعض الشرط من أهمها الثقافة الواسعة بحيث يمكن له الرد على وسائل الإعلام الفرنسية باللغتين العربية والفرنسية واستعمال حتى التاريطاتور معرفة المنطقة التي يشرف عليها معرفة تم حتى يتسنى له اختيار الطرق والمسالة التي يتحرط فيها ومعرفة ستان القرى والمدن التي يتعامل معها ونقاط المراقبة التي يضعها العدو في كل ناحية وقسم استغلال المعلومات التي تزوده بها الشبكة الإعلامية التابعة للثورة في مختلف الهيات بالإضافة إلى المعلومات التي يمكن أن تزوده بها العناصر العاملة داخل الثرانات العسكرية الفرنسية أو المواطنين المتواجدين داخل المحتشدات والمعتقلات لأن شبكة الإعلام التابعة لجبهة التحرير وجيش التحرير متواجدة في كل متان وعلى مسؤول الإعلام استغلالها حسن المعامل مع المواطنين حتى ينال ثقتهم وبالتالي يمدونه بالمعلومات الخاصة بتحرير العدو وعملائه التحلي بالقدرة على الكتمان والمحافظ على المعلومات ومن أهم الرواد الذين تولوا هذه المهمة نذكر على سبيل المثال صالح زعموم وعمر أو السدير والأخضر بوشما وقد عرفت الولاية الرابعة نشاطا مميزا في هذا المجال في أهد عمر أو السدير وأبو علام أو السدير الذي كان متلفا بالإعلام والدعاء على مستوى الولاية بتاملها فطبع ونشر عدة مناشر ونشريات وتان يتنقل بفطته وعتاده من ملجأ إلى آخر وتأثيرا ما تنسي أحمد بودرة يشاهد في صيارة وتتابة النشريات والمناشر ويوقعها وما يمكن الإشارة إليه هنا أن هذه المناصب السياسية لم تكن موجودة فقط على مستوى الولاية وإنما أيضا نجده على مستوى القسم والناحية والمنطقة لم يحدد مؤتمر الصمام المهام لهؤلاء بصفة دقيقة فيما عدى المسؤول السياسي والعسكري والمحافظ السياسي أما الباقية فقط تحددت مهامه مع مرور الورط وتجدو الإشارة إليه أن الولاية الرابعة في التنظيم الإداري الثوري تتميز بخصائص من أهمها لم يكن لها مطارا مستقرا وثابتا كما هو عليه الحال الآن وإنما كان اختيار متان مرتبط بعوامل مختلفة من أهمها توفر عنص الأمن ولهذا فقد اتخذ قادة الولاية منذ إنشائها مطارات مختلفة أغلبها تقع في مناطق جبلية محصنة بعيد عن عين العدو وعملاء تجبال التيتري والشريع والسبربر وقد يتغير مطار الولاية في فترة وجيزة مرة ومرتين تبعا لتطورات الأحداث ومجرياتها وهذا حفاظا على سرية الموقع والحرص على عدم اتشاف متانه يرتبط اختيار المطر إلى مسؤول الولاية نفسه الذي يقوم باختيار متان طبقا لمعرفته الجيدة به وبسرطانه حتى يتسنى له ممارسة مهامه ووظيفته على أحسن وجه لم يكن للولاية حدود ثابتة فتفيها متانة تطرأ تغيرات في حدود الولاية طبقا لما تمليه طبيعة المرحلة وتطوراتها ويجتمع مجلس الولاية شهريا لتقييم الوضع ودراسة المشاكل المطروحة على الساحة الولاية ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها وأول اجتماع ولاي عقد في شهر سبتمبر على ضوء طرارات مؤتمر الصومان في جبل السبربر في شهر سبتمبر 1956 ميلادي بغرض شرح طرارات المؤتمر والانطلاق في التطبيق الميداني للطرارات وتم تعيين قيادة الولاية الرابعة للنحو الآتي القيادة الولاية الأولى من سبتمبر 1956 إلى غد ديسمبر 1956 ميلادي وقد تولى مسؤوليتها وعمر وعمران بمساعدة كل من سليمان دهيلس مسؤول عشري برطب الصغ أول رائد أحمد بودر المدعو السي أحمد مسؤول سياسي برطب الصغ أول رائد صالح زعمون متلف بالأخبار والاتصال برطب الصغ أول رائد كانت الولاية أثناء هذه الفترة مقسمة إلى ثلاث مناطق كان الهدف الأساسي لهذه القيادة والعمل على ترجمة طرارات مؤتمر الصومان في ميدان الهيتلة والتنسيق والتنظيم العستعي والسياسي والإداري كما دعم هذا الزخم التنظيم السلسلة من الهجومات التي أتدت على توسيع العمل الثوري على محور البليدة وشيشال والمدية تحت قيادة سيطيب الجغلالي ومصطفى لتحل تتامين الفرنان تحت قيادة الشهيد مصطفى لتحل يوم الثالث والعشرون أرتوبر 1956 ميلادي كما شهدت أيضا المنطقة الأولى العديد من العمليات العسكرية زرعة الرعب والهلع في صفوف الاستعمار حسب لابح زعمون في كتابه إن صالح زعمون تم إسناده هذا المنصب لتونه يتوفر على مؤهلات عالية منها ماضيه النضال فمهمة الأخبار والاتصالات تطلب جمع المعلومات وانتقائها والسرعة في تمريرها وإيجاد شابة من الاتصالات وتضمن الفعالية وتوفر المعطايات التي يتوقف عليها اختيار القرار الضروري في الورط المناسب وكثيرا ما يتوقف عليها مصير المعارضة قيادة الولاية الرابعة الثانية وقد ترأس سليمان ديهليس المدعوس السادر خالفا للعقيدة وامران الذي التحق بالخارج وانتدت فتراته من ديسمبر 1956 ميلادي إلى غاية أفريل 1957 ميلادي تتوان مجلس الولاية خلال هذه الفترة من الصاغ الثاني سليمان ديهليس مسؤول سياسي وعستري الصاغ الأول السي أحمد بودرة مسؤول عستري الصاغ الأول صالح زعمون مسؤول سياسي الصاغ الأول عمر أو صديق المدعوس السي طيب مسؤول الأخبار والاتصال وما ميز هذه الفترة ما يلي تواصل عملية التنظيم طبقا لمطررات مؤتمر الصمام الذي تدعم بعد إضراب الثمانية أيام من الثامن والعشرون جونغو إلى الرابع فيفري 1957 ميلادي بالتحق عدد تابير من الشباب الذين التحقوا بصفوف الثورة فمنهم من جند في صفوف جيش ومنهم من أصبح من إطارات الولاية ومنهم من أرسل إلى الخارج لجلب السلاح بداية تشكيل التتائب حيث أصبحت لكل ناحية تتيبة ولكل منطقة توموندو ولكل قسم فاصيلة كما تشكل أيضا فيلق الولاية إلى أن النموذج سرعان ما تم التخلي عنه لعدم ملائمته والظروف القتالية تواصل العمليات الفداية والتخريبية لمنشآت العدو الارتصادية كتامين تيزي فرانتو بلدية مناصر دايرت شرشال بتاريخ التاسع جنوبي 1957 ميلادي وتامين الداموس عشرون فيفري 1957 ميلادي وتامين الشريع وشهدت هذه السنة ارتفاع الروح القتالية في الولاية الرابعة إلى وجهها نلمس ذايتا من خلال الانتصارات المحطقة والتنظيم المحتم مواجهة العناصر المضادة للثورة ولم تدوم قيادة سليمان ديليس طويلا سرعان ما التحق بالخيش في رابع 1957 ميلادي عين في قيادة العمليات الأسكرية نائبا للعقيد هواري بومديا في القاعدة الغربية في حين عادت قيادة الولاية إلى العقيد سيحمد بودرة حل هذا الفيلق بعد قيامها بعملية الداموس في الثامن والعشرون فيفري 1957 ميلادي فمن غير معقول مجابة جيش العدو الذي يمتلك مختلف الأسلحة القتالية العصرية وبتغطية سلاح الجوجة لوجه بفيلق من جيش التحرير القيادة الولاية الثالثة وتانى على رأسها محمد بودرة من أفريل 1957 إلى غاية الخامس ماي 1959 ميلادي بعد تولي هذا الأخي قيادة الولاية شرع مباشرة في تشتيه المجلس الولاية الذي عرف تغيرات خلال فترة قيادته فتانى أول مجلس ما بين أفريل 1957 إلى غاية أفريل 1958 ميلادي وتانى متوان من الصاغ الثاني السيئة محمد بودرة مسؤول سياسي وعسكري الصاغ الأول رابح مطار مسؤول عسكري الصاغ الأول صالح زعمو مسؤول سياسي الصاغ الأول عمر وصديق المدعو السيطيب مسؤول الأخبار والاتصال واستمر هذا المجلس إلى غاية استشهاد الرائد سي الأخضر في الخامس مارس 1958 ميلادي ومن أفريل 1958 إلى غاية سبتمبر 1958 ميلادي أصبح مجلس الولاية متوان من الصاغ الثاني السيئة محمد بودرة مسؤول سياسي وعسكري الصاغ الأول رابح زراري المدعو السيئة الزدين مسؤول عسكري الصاغ الأول سي صالح زعمو مسؤول سياسي الصاغ الأول عمر وصديق مسؤول الأخبار والاتصال وقد دام هذا المجلس إلى غاية تشتيل الحكومة المؤقتة في شهر سبتمبر 1958 ميلادي فتوجه عمر وصديق إلى الخارج إثرى تعييني تاتي بدولة في الحكومة المؤقتة والتحط أيضا سي عز الدين بعد إطلال صراحي بقيادة بالخارج ومع بداية سنة 1959 ميلادي أصبح مجلس الولاي الرابعة متونا من الصاغ الثاني العقيد سيئة محمد بودرة مسؤول سياسي عسكري الصاغ الأول الجلال بن عام مسؤولا عسكريا الصاغ الأول صالح زعمو مسؤولا سياسيا سياسي عز الدين ألقي عليه القوض من قبل قوات ماصو في نوفمبر 1958 ميلادي ونظر لمتاناته وإنجازاته الأسكرية أراد ماصو استغلاله بما يخدم مشروع سلم الشجعان الذي أعلن عنه الجنرال ديرول في الثالث والعشرون من الشهر العاشر سنة 1958 ميلادي فأخذ النقيب ماريو يطمئنه ويأخذه معه في جوالات بمدينة الجزار والسماح له بزيارة أهله حتى يؤثر عليه نفسيا ومن ثم تحضره للدور الذي سيمنحه له كما طلب منه تشجيل تصريحات في الإذاة وتتابة رسالي لمجلس قيادة الولاي الرابعة وعلى راسي سيا محمد لإقناعه بأنه لجدوى من مواصلة الحرب وأن سلم الشجعان له مزايا تثيرة وبعد أن يطمئن له العدو أطلق صراحه في وسط الجبال ليزرع الشك والطلق وسط الجند وأيضا بغرض إحداث حرب نسية في أوصى جيش التحرير ولكن بمجرد إطلال صراحه لم يعد رايد عز الدين إلى الطرف الآخر حيث فضل الاتصال بمجلس الولاي وترديم الشروحات اللازمة لإقناعهم بأن مسايرته للعدو ما هي إلا خدعة للإنفلات من قبضاته غير أن الأحداث التي كانت تجري في الولاية الثالثة فيما يعرف بالزرق جعلت رايد عز الدين في وضع حريجة واعتبرت مبرراته وهي ولم تشفع له إنجازاته الميدانية ورغم ذاية ونظار لحنتة العقيد سيا محمد تقرر إعفاء رايد عز الدين من مهامه في الولاية الرابعة وهي حالتي على الحكومة المؤقتة في نفس الموطب الذي كان يؤمن عمرو السدير في وجهته إلى تونس للالتحاق بمنصبه الجديد تاتب دولة للحكومة المؤقتة ما ميز هذه المرحلة؟ إعادة تنشيط النظام في مدينة الجزاء في شهر ماي 1958 ميلادي تفاديا للفرغ السياسي الذي لحيط بها فأسندت عملية إعادة التنظيم في الجزاء إلى أحمد فخار وضحية الخاص من طرف قيادة الولاية عرف باسم مصلحة الإعلام والدعاية في شهر فبراير 1957 ميلادي إرسال الممرضات إلى الخيج ما عدى قلة منهم فظلنا البطاء بالولاية الرابعة التحاط عدد تابير من عناصر التنظيمات المناوية مثل تنظيم بالوينيس وبالحاج والشريب بن سعيدي بالولاية الرابعة بداية تطبيق العمليات العسكرية التبرى بمجال جنرال ديرول إلى الحرك في إطار مخطط شال الشهير مما أدى إلى تذيير الخناق على الثورة في الداخل اجتمال عطادة العربة في الداخل بمليلية بالطرب من الطاهير من السادس إلى الثاني عشر ديسمبر 1958 ميلادي تطبيق المخططات الأمنية الفرنسية الخاصة مثل عملية الزر وما عطبها من عملية التطهير في الولاية الرابعة شغور منصب مسؤول الإعلام والاتصال بعد رحيل عمر وصديق المدعو السيطيب والتحاطي بالقيادة في الخارج عرفت مدينة الجزائر فراغا كبيرا في التنظيم خاصة بعد معاقة الجزائر التي عقبت إضراب الثمانية أيام وما نتوجه عنها من مداهمات واتقالات وقمة فبادرت قيادة الولايتين الرابعة والثالثة بعد اجتماع في شهد ديسمبر 1957 ميلادي حضره طلمين عمر وصديق المدعو السيطيب عن الولاية الرابعة مفوضا من طرف العقيد سيحمد بودرة وممثل الولاية الثالثة الرائد داميروش تم على إثره طرار يرضي بإعادة التنظيم بمدينة الجزائر ومرتضاه أوفادة الولاية الرابعة في شهد جنوبي 1958 ميلادي طلمين خليفة بوخالفة ومحمد صغير سيداني وأحمد شيشا للشروع في التنظيم وبعد أربعة أشهر استشهد خليفة بوخالفة طرب شارع ديدوش مراد حاليا وأحمد شيشا في الشرادة أما محمد صغير سيداني ألقي عليه التفض وأعدمة القيادة الولاية الرابعة قيادة صالح زعمه من شهر ماي 1959 إلى غاية تجوء 1960 ميلادي ترى تسيام محمد برر باستشادي فراغا في القيادة على مستوى الولاية الرابعة ونظر لعدم تدخل الحكومة المؤقتة بتعين من يستخلفه عقيدة اجتمام موسى لمجلس الولاية يوم الرابع عشر جنوبي 1960 ميلادي في روابح شامال بغار حضره طلمين ساغوال سي صالح مسؤول عسكر قائد الولاية بالنيابة ساغوال سي الجلال بن عامة مسؤول سياسي ساغوال ناقيب سيل أخضر مسؤول المنطقة الرابعة ساغوال ناقيب حاليم مسؤول المنطقة الأولى تم تقييم الوضع السياسي والعسكر ودراسة الخطة الجديدة للقتال وضم المنطقة الخامسة إلى الولاية الرابعة بعد أن كانت تابعة للولاية السادسة إثر الحوادث المؤسفة التي جرت في الولاية السادسة وتان من نتائجها استشاد سيطيب الجغلالي كما تقرر أيضا إيفاد مبعوثين إلى الولايات الأولى والثانية والثالثة والسادسة للنظر فيما إذا كان ممتنا تطبير بعض أو كل قرارات اجتمال عقداء كما تم إعادة تشرييل مجلس الولاية ومجالس المناطق وأصبح مجلس الولاية متونا من صالح زاموم مسؤول سياسي وعستري برتبة صاغ أول طائدا بالنيابة في انتظار تعيينه من قبل الحكومة المؤقتة استشهد ولم يصله تعيين صاغ أول الجلال بن عاما مسؤول عستري صاغ أول سيلخ ضربوش مع متلب بالاستعلامات والاتصالات ضعب الثاني السيحة لمفوضا سياسيا وأهم ما ميز فترة قيادة سي صالح محاولة تجنب مؤامرات العدو عمليات العسترية الكبرى المفاوضات مع ديرول فيما يعرف بطضية الإليزي وما ترتب عليها من نتائج وخلال هذه المرحلة نقل مطر مجلس الولاية من الوانشاريس إلى التيتري القيادة الولاية الخامسة قيادة الجلال بن عاما من جوليا 1960 إلى غاية الثامن أوت 1961 ميلادي وقد تشكل خلالها العثر تداعية طضية الإليزي ما سمي باللجنة العسكرية للتنفيذ والتنسيق وهي عبارة عن مجلس استهناء ضم قادة المناطق من جوليا إلى أوت 1960 ميلادي المنطقة الأولى النقيب بلقاسم بنهني ألقي عليه القفل في سنة 1960 ميلادي المنطقة الثانية النقيب عبداللاطيف طولبة نفذ في حتم الإعداد في شهر أوت 1960 ميلادي المنطقة الثالثة النقيب يوسف الخطيب سي حسان المنطقة الرابعة النقيب سي يوسف بن خروف المنطقة الخامسة النقيب إلياس بابا علي استشهد في سنة 1960 ميلادي وفي سبتمبر 1960 ميلادي حلت اللجنة العسكرية وشت إلى مجلسا متونا من الصغر الثاني الجلال بن عمس محمد سياسي عسكري الصغر الأول سي يوسف بن خروف الصغر الأول يوسف الخطيب وبعد عودة الصغر الأول أحمد بن شريف انضم إلى القيادة وارتمل نصاب المجلس بانضمامه إلى أنه سرعان موقع عليه الطبف الثامن والعشرون أرتوبر 1960 ميلادي في نواحي صغر الغزلان من قبل العدو الفرنسي وبقي في استجن إلى غاية 1962 ميلادي أهم ما ميز المرحلة مواجهة الولاية للعمليات العسكرية الكبرى منها عملية الصرصورة التي خصت الوانشريس المنطقة الثالثة وصول القائد أحمد بن شريف إلى الولاية الرابعة وانضمامه إلى مجلس قيادة الولاية تعين السي حسان يوسف الخطيب عضوا في مجلس الولاية تشريل المنطقة السادسة مدينة الجزائر والساحل في أرتوبر 1960 ميلادي إثرى الاجتماع الذي عقدته قيادة الولاية بنواحي بيرتوتا في إحدى المزارة التي يملك أحد الأوروبيين المتعاطفين مع الثورة وقد أسندت قيادة المنطقة إلى الضابط الثاني محمد بوسماحة تنفيذ عدة عملية جريئة منها العملية الفدائية بالبروارية في سبتمبر 1960 ميلادي تتل على إثرها المستوطن فلوري وأيضا عملية تتنس في سبتمبر من نفس السنة التي غنب من وراءها جيش التحرير حسب شهادة الأخضر بورقة حوالي 250 قطعة سلاح كما تم القضاء أيضا على فرق التوماندوس الخاصة التي جئ بها من الهند الصينية تنظيم مظاهرات الحادي عشر ديسمبر 1960 ميلادي استطاعت قيادة الولاي الرابعة خلال عهدة الجلال بن عامة تنظيم وتعطير مدينة الجزال من جديد في هذه الظروف بالذات ألقي القفض على أحمد بن شريف في الثامن والعشرون أرتوبر 1960 ميلادي رفقة النقيب سعيد موحيدير إلى أن هذا الآخر عدم بينما أحمد بن شريف حكم ثم نقل إلى السجن بفرنسا إلى غاية وقف إطلاق النار وألقي القفض على محمد بوسماحة طائد المنطقة السادسة فعوض بالنقيب خير الدين الذي كان يشغل نائب لسيل أخضر طائد المنطقة الثانية تنظيم مصلحة طوية للتوعية والإعلام تغطي مدينة الجزار وأهم المدن وتقوم بتوزيع المناشر التي تدعو الشاب إلى الالتفاف حول جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير وتحت إشرافه استطاعت هذه المصلحة أن تحضر كل الشعارات لمظاهرات تجويل 1961 ميلادي المناهضة لترسيم الجزار انعقاد اجتماع مجلس الولايات الرابعة في بداية تجوء 1961 ميلادي بالناحية الثالثة المنطقة الثانية بتمزريدة نعطش خلاله المجلس تطول أوضاع وتقييم المعدات التي تم غنمها من العدو وأيضا أجهزة الاتصالات التي تم إعادة تشغيلها وتانسي عبدالقادر المتلب بجهاز الراديو مطيما بضواح البليدة لا يستعمل هذا الجهاز للاتصال بالقيادة بالخارج إلا للضرورة القصوى وتم في هذا الاجتماع أيضا تسمية وتعين بعض الإطارات وسلم في نفس الورد رخصة مورولي السي صالح الذي كان حاضرا في هذا الاجتماع لإرساله للقيادة في تونس وقد كتب على هذه الرخصة الرائدة السي صالح يرجى من جميع الإخوة التسهيل المهمة انتقال مطال قيادة الولايات الرابعة إلى البليدة التراب الأحمر في العشرون جوان 1961 ميلادي وقد تم تجهيز مطال الولايات الجديد بآلات سحب ومعدات مرتبية التي جمعت عن طائر سي خالد ونضع للمجهود الذي قام به هذا الأخير عينه السي محمد مسؤولا ولائيا على شبكة الاتصال السريع في حين تولى السي أم عمد شقاطا بدله رئاسة قسم البليدة ونضع لنجاح التنظيم أعطى السي محمد الأم لتسيير مظاهرات الأول لجوليا للليجان المدن وجمع السيله وانتقل سي صالح رفقة النقيب سي المختار طائد المنطقة الخامسة والسي السعيد الذي جاء من تونس وفي طريقه ما بين الواحد والعشرون والاثنان والعشرون جولي 1961 ميلادي وقع في تامير بالطرب من مجدالة طرب البويرة استشهد مع جميع مرافقه تعريب شخصية سي خالد التحق بالثورة وعمره 16 سنة انخرط في طوموندو المنطقة تحت رعاية سي محمد بودرة كان لديه قدرة تنظيمية كبيرة وروح مبادرة مما جعل السي محمد يعينه على رأس قسم البليدة وعمره 20 سنة مما جعل العمليات الفداية في مدينة البليدة تزداد وكان يقوم بمهمة التنسيق بين التنظيم بمدينة الجزار حيث استطاعت الولاي الرابعة أن تشتل شبكة من حوالي 500 مناضل مسلح تسيطر على مختلف أحياء مدينة الجزار وتقوم بجمع مختلف المعدات من ألات سحب ومن أدوات مرتبية وتستغل الاتصالات بينها وبين المناضلين في فرنسا ثم أخذت شبكة الاتصال والتنظيم توسع نظامها إلى مختلف مدن الولاي الرابعة ومن هنا جاء اختيار مدينة البليدة متانا لقيادة الولاي الرابعة القيادة الولاي السادسة من التاسع عود 1961 إلى غاية الخامس جولي 1962 ميلادي وتان على رأس يوسف الخطيب المدعوستي حسان الذي تولى مسؤولي قيادة الولاي بعد استشهاد الجلال بن عاما بمعاية سيوسف بن خروف إلى غاية وطف إطلاط النار يوم التاسع عشر مارس 1962 ميلادي وفي نهاية شهر مارس رقيسي حسان إلى رتبة عقيد من قبل الحتوم المؤقتة وعين رسميا طائدا للولاي الرابعة وشتل مجلسا متولا من الصغل أول يوسف بن خروف الصغل أول سي الأخضر بورقع طائد المنطقة الثانية الصغل أول سي محمد بوسماحة طائد المنطقة السادسة الضابط الثاني عمر رمضان طائد المنطقة الرابعة وأهم ما ميز هذه الفترة مواصلة الثورة وإثبات تواجدها وقواتها عن طريق ترثيف العمليات العسكرية مواجهة المنظمة الإرهابية اللوس حفظ النظام ومحاولة فتر الحصار للشاف المعتقلات والمحتشدات عن طريق الاتصالات والمساعدات مواجهة مشاكل وقف القتال مع العدو ومع القيادات في الخارج إنشاء من جديد المنطقة المستقلة تحضير استفتات رأي المصر يوم الواحد جولي 1962 ميلادي تنظيم الاحتفال بيوم إعلان استرجاع السيادة الوطنية يوم الخامس جولي 1962 ميلادي باستعراض تشتيلا من سبع فيالق من جيش التحرير اتجه إلى سيد فراج ومنه إلى العاصمة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد